السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ايها الاحباب الكرام في ختام هذه الحلقة تعالوا بنا ندعو الى الله عز وجل بذعاء الحسن الحصين لاننا سمعنا عدد كبير من الناس عندهم ضرر وابتلاءات واذى سببه اما العين واما الحسن واما بغض في القلب والانسان يتأذى من كل هذا اما يصبه مرض وصقم في جسده واما يصبه نقص في ماله ورزقه واما يوقف السعد لدى ابنائه وبناته واما يجعله دوما في دائرة مغلقة لا يستطيع الخروج منها معصب اليدين مكتفى الرجلين ويشعر بانه في ضيعة للخروج من هذه الذائرة ذائرة الزيق ندعو الله تعالى بدعاء الحسن الحصين كلنا يرفع يديه الى السماء ويستغفر المولى ويستغفر المولى ويتوب اليه ويقول اللهم اننا نعود بك من حولنا ومن قوتنا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الاسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه اذى بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله على أنفسنا بسم الله على ديننا بسم الله على أهلنا بسم الله على أموالنا بسم الله على كل شيء أعطاه إيانا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعود بالله مما نخاف ونحمر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعود بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعود بالله مما نخاف ونحذر سلام قولا من رب الرحيم اللهم يا رب العالمين يا ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات حصرنا أجمعين من أعين الإنس وأنفس الجن اللهم حصرنا من أعين الإنس وأنفس الجن إنك على كل شيء قدير يا ربنا يا خالقنا إننا نوحدك ولا نشرك بك شيئا عز جارك وجلت ناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك اللهم إننا نعود بك من شر كل جبار عنيد اللهم إننا نعود بك من شر كل جبار عنيد ومن شر كل شيطان مرين ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أن تأخذ من نصيتها إن ربي على كل شيء قدير نعود بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده نعود بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون نعود بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ من شر ما خلق وبرأ وذرأ ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما درأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر فدة الليل والظهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا الله يا الله اللهم إنا بك نعتصم وإليك نلجأ من شر كل دي شر يا رب بك نعتصم وإليك نلجأ من شر كل دي شر حسبنا الله ودعم الوكيل حسبنا الله ودعم الوكيل حسبنا الله ودعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير تحصدنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله اللهم يا رب العالمين يا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كلنا جارا مما يكاد لنا اللهم إنا نعود بك من أشيعهم نعود بك اللهم يا ربي من شر خلقك نعود بك يا أرحم الراحمين من شر الكائدين وجنودهم نعود بك اللهم يا رب العالمين من شر الحاسدين اللهم نعود بك من شر الخلق أجمعين اللهم اكفناهم بما شأت وكيف ما شأت اكفناهم بما شأت وكيف ما شأت اللهم أنت عضدنا وأنت ناصرنا بك نحول وبك نصول يا أرحم الراحمين يا رب العالمين نسألك اللهم تحصين أجسادنا نسألك اللهم وتحصين أجساد أهلنا وأولادنا اللهم نسألك تحصين كل من يهمن أمرهم ونسألك تحصين أجساد كل المؤمنين والمؤمنات أجمعين نسألك اللهم تحصين الأماكن التي ينمت فيها والأماكن التي ينتقل إليها والأماكن التي نعمل بها والطرق التي نسير فيها اللهم حصنا في أجسادنا وفي بيوتنا وفي أماكننا والطرق التي نسير فيها اللهم يا رب العالمين عافنا في أبداننا عافنا في أسماعنا وأمصارنا وعقولنا وكل أجسادنا تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو حصنا أنفسنا وأهلنا وأمولنا وأولدنا بالله الحي القيوم الذي لا يموت أبدا ورفع الله عند السوء رفع الله عند السوء ورفع عند الأذى بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم رفع عند السوء والأذى بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العني العظيم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم حصنا بحسنك الحصين اللهم حصنا بحبلك المتين اللهم حصنا بالكيد الكائدين وحصنا بالحسد الحاسدين وحصنا بالسحر الساحرين وحصنا من ظلم الظالمين وحصنا من عبة العائمتين وحصنا من تسلط المتسلطين وحصنا من شر الخلق أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أعيننا ولا تعد علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا اللهم وانصرنا على من بغى علينا يا دا الجلال والإكرام يا دا الجلال والإكرام رد عنا كيد الكائدين رد عنا مكر المكريين رد عنا حقد الخائدين رد عنا حسد الحاسدين رد عنا جور الظالمين يا رب العالمين يا دا السلطان العظيم يا دا المن القديم يا ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات اصرف عنا وعن أهلنا عيون العائنين اللهم احفظنا بحفظك واحرصنا بعينك التي لا تنام واحرصنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكذفك الذي لا يرام واغفر لنا واحفظنا يا رب نسألك أن ترعانا وتنظر إلينا رحمة نظرة فيها رحمة إنك أنت أرحم الراحمين ربنا إننا مسنا الشيطان بنصب وعدام ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صمرة وتنبت أقذبنا ربنا إننا نعود بك من شرور أنفسنا نعود بك يا مولانا من شرور أنفسنا ومن شر كل دابة أن تأخذ بنصيتها يا أرحم الراحمين يا غالبا على أمره يا قائما فوق خلقه يا حائلا بين المرء وقلبه حل بيننا ومين الشياطين والأرواح الخبيثة وكل أصحاب الضرر والأذى اللهم يا رب العالمين إنزع مننا الأذى وما لا طاقتنا به من خلقك أجمعين اللهم تحصنا بك تحصنا بذي الملك والملكوت واعتصمنا بذي العزة والجبروت اللهم توكلنا عليك يا ملك يا حي يا قيوم يا من لا ينام ولا يموت وتحصنا بسنة رسولك مصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أتأمننا مما نخاف ونحضر اللهم أمننا مما نخاف ونحضر نعود بك يا مولانا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء نعود بك يا مولانا من الكبر والغرور والعجب وحب الظهور نعود بك يا ربنا من النفاق والحسن والمغضاء نعود بك يا ربنا من الحقد والشحنة اللهم طهر أعمالنا من السمعة والرياء واجعلنا خالصا لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين اللهم طهر ألسنتنا من الكذب وأعينا من الخيانة إنك تعلم خائدة الأعين ومات في الصدور اللهم إنا نعود بك من مذكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء يا لطيفا لعباده إرحمنا نعود بك من فتنة المحيا والمبات ونعود بك من عذاب القبر ونعود بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تذبع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها نعود بك برضاك من صخطك ونعود بمعافاتك من عقوبتك ونعود بك منك لا نحص تداءد عليك أنت كما أتنيت على نفسك اللهم يا رب العالمين إدفع عنا الوباء اللهم إدفع عنا الوباء وإدفع عنا الغلاء وإدفع عنا الشقاء وإدفع عنا المحن وإدفع عنا سوء الفتن وإدفع عنا الفساد والغواية يد الجلال والإكرام اللهم يا رب العالمين نعود بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك ونعود بك من جميع سخطك يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم يا رب نعود بك من الفقر ونعود بك من الذلة ونعود بك من القلة ونعود بك من الجوع فإنه بئس الضجيع ونعود بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة ونعود بك من أن نظلم أو نظلم نعود بك من أن نظلم أو نظلم يا رب العالمين نعود بك أن نشرك بك ونحدد أعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك اغننا بفضلك عن من سواك اللهم يا رب العالمين إن نشك إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوادنا على الناس يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أنت رب المستضعفين وأنت ربنا إلى من تكلنا إلى بعيد يتجهبنا أم إلى عدو ملكته أمرنا إن لم يكن بك غضب علينا فلا دبالي غير أن عافيتك هي أوسع لنا نعود بدور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علينا غضبك أو ينزل بنا سخطك لك العتبة حتى ترضى لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اللهم احفظنا بالقرآن العظيم واحفظنا ببركة سنة سيد الأولين والآخرين اللهم صل وسلم وبارك وأدعم على صفيك وحبيبك شفيعنا يوم الدين سيدنا محمد بن عبد الله اللهم اسخنا شرمة باء من حوضه الكريم لا نضبأ بعدها أبدا اللهم أدخلنا معه الجنة واجعلنا بجواره يا أكرم الأكرمين وبارك اللهم في آل بيته وأصحابه واجعلنا يا رب في زمرتهم قولوا معنا جميعا آمين 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله